السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناة نظام انا طارق رشدي والنهاردة ان شاء الله هتكلم معاكم عن تريلو تريلو هو برنامج معمول عشان تنظم عليه التسقاط بتاعتك بمعنى ان انت شخص مثلا عندك شركة لو انت مدير شركة وعندك موظفين فكل موظف بيجي الصبح عايز يكتب الشغل بتاعه والحاجات اللي هيخلصها فبالتالي ممكن تستخدم تريلو في حاجة ازاي دي طب ممكن انا مثلا استخدم تريلو بصورة شخصية اه لو انت شخص بتذاكر مثلا وعايز تحط خطة لليوم او خطة للاسبوع او خطة لأي حاجة يعني ميزانية او ايا كان وعايز يبقى عندك طريقة فيجوال تشوف بيها الحاجات اللي وراها وتقدر تتتبعها فتريلو بتسمح لك بدا ليه طبعا تريلو هي من الخيارات اللي ناس كتير بتحب تستخدمها لو انت زي ما قلنا عايز تنظم شغلك الخاص او حتى انت راجل فريلانسر او محد معاه شركة وعايز تنظم عليها شغلك السبب الاساسي ان تريلو في الاساس مجانية ده سبب الاول والسبب التاني ان طبعا هي في منها نسخة ويب يعني ويب سايت وفي منها كمان موبايل ابليكيشن والاتنين مربطين ببعض فمعنى ان اي حاجة بتعملها هنا بتسمع هنا وسبب التالت اللي مخليها بسيطة والناس كتير بتحب تستخدمها ان هي بتتبع حاجة طريقة في ادارة المشاريع يعني في الصناعة اصلا اسمها كانبان وكانبان فكريتها ان انت بتحط كارت والكارت ده يتنقل عبر حاجة اسمها ستيشنز عشان من اول المشروع يعني هو احنا ناويين نبدأ نشتغل فيه فلما يوصل اخر ستيشن ده معناه ان الجزء ده او المنتج ده تم الانتهاء من صناعته خلاص جهز للتسليم فان شاء الله احنا النهاردة هنمسك تريلو نفهمه مع بعض بصورة عامة يعني بغض النظر عن انت هتستخدمه في ايه سواء انت زي ما قلنا هتستخدمه يعني انا كطارق مثلا بستخدمه في السوفتوير تستينج لان انا بكتب عليه الحاجات بتاعتي في الشغل حاجة اسمها تستكيس وحاجة اسمها باج ريبورت وبسلمهم للعميل فده بالنسباني في ناس تاني لأ زي ما قلنا ممكن واحد عايز يكتب عليها تسقاط ديزاينر او ديفلبر فعايز يكتب التسقاط اللي وراه وهكذا فعايزين الاول نفهم تريلو بتتكون من ايه قبل ما نشوفها ونطبق عملي مع بعض تريلو في الاساس بتتكون من حاجة اسمها بورد طيب يعني ايه بورد بورد زي الصبورة تمام فانت دلوقتي قولنا بتدخل تريلو بتقابلك مجموعة بورد انت طبعا عندك صلاحية لو انت اليوزر بتاعك انك تكاريت بورد او تنشئ بورد عشان موضوع معين طب البورد دي دي المفروض تكون ايه ده موضوع نسبي بمعنى ان انت البورد دي زي الفولدر بتاع الكمبيوتر انت حابه يكون ايه يعني مثلا لو انا واحد بذ وعندي مواد ترمى اول وترمى تاني فانا ممكن اخلي بورد اسمها ترمى اول وبورد اسمها ترمى تاني عادي لأ واحد طب لأ انا مسلا حابب اخلي مسلا بذكر مواد ساينس وفيزيكس وماثيماتيكس مسلا وكيمستري فانا عايز كل مادة خليها في بورد الوحدة ينفع تمام فانت حر في ده طب لأ انا عايز فانا كده اسمتها بناء على الكاتيجوري يعني المادة او التوبك او انا كراجل زي الطارق انا بسجل فيديوهات اه بشتغل في التستنج وبقرأ فكل واحدة فيهم بورد او ممكن تخلي البورد دي هي حاجة متعلقة بوقت معين بمعنى ايه ان انا مسلا لأ هعمل بورد لكل يوم واحط جواها تسقاط اليوم او هعمل بورد لكل اسبوع واحط جواها تسقاط الاسبوع او هعمل بورد لكل سنة ممكن البورد دي تكون سنة كاملة خطتك في السنة وبتقعد تتابعها على مدار السنة ايه الصح مفيش حاجة صح هي تريلو بتسمح لك بكل دي وعلى حسب شخصيتك على حسب تجربتك ان انت بتجرب طريقة بتنفع معاك او لا بتغير ده يب ما بتدخل البورد بتلاقي حاجة اسمها لست او ستيشان جوا تريلو اسمها لست لست يعني قائمة او لستة ودي عبارة عن قوائم جنب بعض تمام يعني انت بتحط لست نومبر وان تو سري فور جنب بعض وتقدر طبعا تنقل من لست للتانية فاللست جواها ايه جواها حاجة اسمها كارت وكارت ده هو الاساس عندما الكارت ده بقى بيكون عبارة عن مسلا تسق فانت مسلا كارت اعتبره كانه ستيكي نوت يعني زي الورقة البيضة اللي بنكتبها على الصبورة فهي تريلو زي البورد العص صبورة بالزبط وانت هتكتب على كارت ده حاجة وارك فمسلا انت عايز النهاردة تذاكر عشر كلمات انجليزي فبتالي بتكتب عشر كلمات انجليزي فده كارت وتخليه مسلا في اول لست اللي هي تدو تهام وتنقل بقى مسلا لدوينج لضان ده كمسال يبقى احنا باختصار تريلو بيتكون في الاساس من البوردز بتنقسم ليه لست واللست بتتقسم لكارتز والبروجرس في تريلو بيحصل بانك تنقل كارتز من لست للست وطبعا التريلو من الشمال اليوم يعني غالب التولز عندنا لحاجة اللي لازم نتعودها من الشمال اليمين زي الانجليزي مش من يمين للشمال فالحاجة لما تروح من الشمال اليمين ده معناه ان في بروجرس بيحصل مش العكس دي كانت مخدمة بسيطة ان شاء الله دلوقتي هنبدأ نفتح تريلو ونشوف مع بعض لو احنا هنبدأ مشروع من الصفر ازاي ممكن نستفيد منها في شغلنا وايه الحاجات اللي تريلو بتسمح لنا ان احنا نقدر نعملها من خلالها طبعا اول حاجة هنعملها ان احنا هنفتح تريلو دوت كوم تم تمام وده انت لو عامل لوجين قبل كده فهيبقى زي انا لو انتم ملاحظين بس انت عندك هيدخلك طبعا على صفحة بسيط جدا مش مستاهل ان احنا نعود نشرحه يعني تمام طيب اول حاجة عندنا ان انت ممكن تدخل على الهوم والهوم دي في الغالب ما بيكونش فيها حاجة معينة هي بس مجرد ان انت في زرار على اليمين فانت عندك في الغالب هيكون مفيش قبل كده فتعالوا ندوس على في البداية بيقول لي نسمي البداية بورد دي اسم فتخيلوا مسلا ان انا عايز احط خطة لو انا شخص زي ما قلنا عندي مسلا منهج معين عايز اذاكره المنهج ده بيتكون من ستة شبهتر مسلا فاحنا عندنا انا كراجل كاتستر طارق مسلا عندي حاجة اسمها ده منهج اساسي عندنا من زر طيب فده اسم البود تاني حاجة اه المفروض ان هي نو تيم انتوا في الغالب هتلاقوا عندكم نو تيم يعني هي مش جزء من تيم معين طيب وبعدين هل هي برايفت ولا ببليك برايفت يعني محدش يشوفها غير البورد ميمبرز وطبعا انت عندك القدرة تطيف اي حد للبورد فلو عندك حد زميلك بيشتغل معاك في نفس المشروع تقدر تضيفه البورد لو خليتها بابليك ده معنا ان اي حد على الانترنت يقدر يشوفها لكن ما يقدرش يعمل فيها ايدت وطبعا ده في البرايفتسي مش حاجة كويسة الا لو انت عايز مسلا زي تشاير حاجة زي دي مع الناس في الاخر يتفرجوا عليها بعدين في الباكجراوند زي ما انت شايفين ده الباكجراوند وممكن كمان ان انت اي تضيف انت صورة من عندك عادي تمام فيها صور كتير ممكن نخليها لون سابت زي ده مسلا اهو حسب انت بتحب ايه وندوس كريت بورد فدي زي ما قلنا هي البورد وكمان عمال يأكد لي ان البورد دي بابليك طيب اول حاجة انا ممكن اخليها ستارد ستارد دي معناها ان هي هتبقى اول مفتح الهوم بيش في وشي لو حد لاحز كده انا لما فتحت الهوم بيش اهو في بورز معينة ستار فانا ممكن اعمل انستار او ستار فكده دي انا عايز دايما اخليها في الهوم بيش او المفتح دي مهمة طب انا عايز اضيف مسلا ناس للبورد فبدوس انفايت وبعدين بضيف تيم تيم فمسلا هنقول اهو كريت انيو تيم وهو هوجورس اونيفرستي مسلا هساميه طارق نظام مسلا ده تيم اللي هوري له للبورد واقول له ده تيم سمول بيزنس مسلا كريت وبناء على ده اقدر اضيف اي حد للبورد دي زي ما قلنا لو احنا تيم مشروع تخرج موظفين في شركة ناس في ستار طب معاكم مشروع تقدروا تضيفوا بعض ويبقى عندكم البورد دي طيب في اوبشانين يا اما بضيف الشخص باليوزر نيم بتاعه او الايميل بتاعه وفي الحالة دي هو بيكون الدهوني سواء اسمه زي ما انا يعني انت اي حد في الدنيا هيقدر يضيفني لو اعرف اليوزر نيم ده في بورد عنده عايز يفرجني عليها يكتب اسمي هنا وهيلاقيني خلاص ايجباري بقت عندي لان انا مجرد بشوفها او ممكن طب انا عندي مية شخص عايز افرجهم على البورد هلها عملهم انفايت كلهم لا ممكن انفا هيقدر يدخل على البورد يدو يتفرج عليها طيب ده بالنسبة للمعلومات بتاعة البورد بعدين بقى زي ما قلنا انا عايز اضيف لست فانا ممكن اعمل ايه ممكن ايجا اقول كده هدقى لست طبعا زي فيه كذا طريقة لتنظيم الشغل احنا مثلا هنا هنعمل كده هنقول مثلا اللست اسمها شابتر 1 شابتر 2 شابتر 3 مثلا يبقى انا كل شابتر خليته لست تمام بس في الحالة دي انا مش مبني على وقت انا هنا كده كل شابتر ده واحدة مستقلة بذاتها هنشتغل عليها وهنشوف الفرق ما بينها وما بين الطريقة التانية بعدين بعدين فهجا اقول مثلا 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 ده اول شابتر عندنا في التخصص التستنج بعدين 1.2 بعدين مثلا 1.3 طيب جميل جدا انا اضفت دول هنا بقى هخط في شابتر 2 مثلا 2.1 SDLC 2.2 test levels تمام ويجي في شابتر 3 مثلا انا اقول له 3.1 static testing 3.2 review process ده مثلا المنهج هو اكبر من كده بس احنا هنفترض ان ده المنهج اللي عندنا طيب دي بقى كل واحد في دول اسمه كارد ملاحظين الكارد ممكن يتنقل من هنا ل هنا بس احنا هنا دلوقتي شغالين بنظام انه لا اهو الكارد احنا مش نوين ننقله تمام طيب وما اللي انا هعمليه هفتح الكارد نفسه وممكن جواه بقى اعمل حاجتين اول حاجة هلاقي فيه كلمة تشيكليست فانا هضيف تشيكليست واسميها مثلا 1.1 زي ما قلنا والشيكليست دي هحط جواها items فمثلا الجزء الاول ده فيه definition of testing دي حاجة فيه مثلا objectives of testing فيه miss of testing فيه difference between validation and verification طبعا ما تهتموش يا جماعة بالمصطلحات انا بوريكم الفكرة ازاي بضيف مشروع بالطريقة دي طيب هنا بقى what's testing تحتها بقى فيه checklist zero على 4 فهنا ايه اول ما خلص حاجة هنلاحظ انه بقى واحد من 4 وهنا طبعا ال bar ده بيبين لي الحاجة اللي خلصت اول ما خلصتش فانا ممكن الغيها تاني وممكن اكمل اكمل لغاية ما تخلص طبعا الحلو هنا بقى بقى لونها اخضر فكده انا الجول بتاعي لان اوصل ان كل حاجة قدامي تبقى خضرة زي كده اربعة من اربعة او خمسة من خمسة على حسب section وكده ابقى خلصت التسقات اللي عندي طيب ممكن اعمل ايه تاني لا ممكن كمان اضيف due date اقول والله الكارد ده طب انا كده سايبه بالبركة لا انا عايزه يخلص قبل يوم كذا فانا اجي اقول او الله النهاردة مثلا اللي انا بسجل فيه 26 27 20 وانا لازم اخلص داخل الاسبوع يبقى 26 سبعة ايه الاسبوع الجاي هيبقى يوم 2 اغسطس والساعة كمان زي دلوقتي ويا ريت تفكرني قبلها بيوم وادوس سيف الحالة دي برضو كمان اتحطي جنبها علامة ساعة عشان تفكرني بالمعاد وهنا زي ما احنا شايفين due date مكتوب ممكن كمان يعني هنا كأني ايه بقول ان انا خلصت قبل due date او ما خلصتش فلازم يفكرني بحاجة زي دي طيب ايه كمان انا مثلا طب افرض ال section ده زي ما قلنا احنا تين فاحنا بنتواصل مع بعض في الحالة دي لو انا ضفت حد للبورد زي ما قلنا فنقدر اعمل له mention زي الفيسبوك بالظبط فيظهر له notification عنده يقدر يشوف ان انا عملت له mention سواء هو بيشتغل من الويب او محمل الموبايل اب ففي الحالة دي طبعا بيجي له notification عن الموبايل اب ان طارق بيقول لك بص على الحاجة دي وممكن اتناقش عادي جدا هنا ممكن اضيف له لينك كمان من جوجل درايف او من الكمبيوتر ارفع ملف او حتى لينك اونلا ممكن اضيف اموشيز عادي جدا كل حاجة عادية جدا تباصل ممتاز. طب ممكن طبعا انقل الكارد ده سواء عايز انقلها جوة ال work .فاحنا شايفين هنا اهو ان انا هنقلها ال الشابتر تو ده او ممكن انقلها البورد تاني خالص طبعا دي كل البورز اللي عندي هي كتير قوي او ممكن انقلها زي ما قلنا الليست معينة وبوزيشن كمان طب ايه البوزيشن ده ما هو لو لاحزنا ان هنا الكارد ده اللي هو هو في صح اللي هو تاني فانا ممكن اخليه اهو واقول له فلاحظنا باقت فوق او ممكن ارجعها بايدي او انقلها كده انما فكرة دي مفيدة لو انا هنقل الكارد لبورد تاني نهائيا لكن لو انا عايز انقل جوه البورد اسهل حاجة ان انا نقلها بايدي انما لو عايز اوديها بورد تاني وهي جات هنا بالغلط او اعمل منها كوبي في بورد تاني يعني انا كتبت كارد مليانة وعايز الكارد دي تبقى موجودة في المشروع ده وفي المشروع تاني او اخدها واعدل عليها يبقى ممكن اعملها كده فيه طبعا ووتش ووتش دي مهمة جدا معناها ان انا بتابع الكارد دي يعني اي حاجة تحصل فيها تغيير من حد غيري يجي لي نوتفكيشن على حاجة زي دي لواحد زي ميلي حتى يعني لو انا معايا اتنين في التيم زي مايلي والشخص الاولاني عامل منشن للتاني فانا الشخص التالت يجي لي بحاجة زي دي فيه طبعا ارقايف من الحاجات المستفزة في تريلو فيه ناس بتحبها وفيه ناس لا اللي مفيش دي ليت يعني ايه الاساس ان انت بتعمل ارقايف او ارشيف وبعدين تعمل دي ليت تمام ففكرة بتاخد وقت ده بالنسبة للمعلومات دي تعالوا نرجع هنا للبورد طبعا هنا المينيو بتاعتها اقدر اغير الباك جراوند اقدر اسيرش من الحاجات الم ممتازة طبعا طب انا عايز ابحث عن اي كلمة طارق او فيش حاجة طب لا ممكن نقول له اه مسلا وان بوينت سري فظهرت الكارد دي فدي حاجة مهمة برضو ممكن اعمل حاجة اسمها فبالتالي هنا لو فتحت دي وقلت له فانا هخلي مسلا دي لونها اصفر تمام او بلاش الاخضر ده نلغي الاخضر وممكن الاصفر ده كمان نسميه ارجنت ده معنى ايه معنى ان انا اي حاجة ارجنت مش ارجست تماما ده معنى ان اي حاجة واخد الشكل ده معنى ان الحاجة دي عجلة فانا احط جنبها على مصفرة او حمراء او اي لون انا مختاره على حسب اللون ده بيعبر عني من الحاجات المهمة برضو جوه البورد هي طبعا نوتفيكيشنز احنا عمالين نقول نوتفيكيشنز ونتفيكيشنز النوتفيكيشنز بتظهر هنا واقدر كمان اقلو ديسك توب نوتفيكيشنز ان انا على الكمبيوتر تظهر لي على الكمبيوتر على الشاشة واقدر اغير الفريقونسي بتاعت الاميلز ما يبقاش بيجي لي نوتفيكيشن كل شوية لا انا ممكن اغير حاجة زي دي طيب دي طريقة لإقدارة بورد زي ما احنا قلنا ان انا امتى اقول ان الحاجة ضم لما اعلم عليها احط تشيكليست ولما تشيكليست تخلص يبقى الحاجة دي خلصت فبالتالي انا هدفي ان البورد كلها تتحول للون الاخضر اللي احنا شايفينه على الشمال طب هل في طريقة تاني ان انا انظم شوالي بتريلو اه هنا بقى هنتكلم عن اللي هي فكرة الكان بان بورد ان انا بان الى التسقط من الشمال لليمين ازاي تعالوا نرجع للحومبيش طبعا لو دوسنا على بورد هيجيب لي كل الب ودي عشان هي فموجودة فوق او الوحدة او نرجع للحوم وممكن ندوس ونسميها مسلا ويكلي اكتيفتيز او طيب ندوس هنا خليها برايفت لان دي مسلا شخصية باكجراون دي عالباني هنا بقى ممكن اغير الاسلوب طب يعني ايه اقول له to do doing done ايه معنى الكلام ده هنا بقى لأ الكورز هتتنقل من to do ل doing لدون فمسلا انا الاسبوع ده عايز مثلا study data science one hour مثالي يعني طيب ايه تاني عايز مثلا read 50 pages in software testing book طيب عايز ايه تاني eat مثلا healthy food اي حية يعني طيب drink عايز اشرب اصب يعني اي حية بقى انا حطيت ايه listة بالحاجات اللي ناوي اعملها طب ايه تاني مسلا play FIFA اه ماشي play call of duty عشان يبقى في شوية فان record weekly مسلا crash course اللي بنسجله هنا على القناة وهكزا انا حطيت listة بتاعتي فبالتالي اي حاجة في دول هابدأ فيها خلص هنقلها من to do وحطها في doing انا دلوقتي شغال عليها فانا بالتالي ابدأ ابص اه انا دلوقتي شغال علينا خدت break one seat او نمت مسلا انا دلوقتي بذاكر data science ده مثال خلصت الحاجة اوديها ل done كده انتهينا وهكزا هدفي ايه ان انا مسلا في نهاية اليوم في نهاية الاسبوع في نهاية الشهر ايا كانت المدة اللي انا شغال عليها ان التسقات كلها تتنقل من to do ل done طبعا برضو ممكن احطي لها due date وممكن كمان اطبق تكنيك زي اللي بيسموها muscle هي must do should do could do يعني ايه يعني حاجات مهمة جدا حاجات مهمة حاجات مش مهمة اوي فمسلا لو جينا والله كده طبعا الحاجات مش بينة يعني ايه الاولويات فمسلا اقول لأ والله مذاكرة data science مثلا نقول ان هي مهمة جدا فنخليها لونها احمر نخلي زي ما قلنا الاحمر urgent برضو طيب ده مثال فكده اي حاجة لونها احمر تبقى urgent طيب في حاجات مسلا لا والله ايه اه important يعني نسميها important او ام اه ده او create label important ونخليها مسلا اصفر create فدي بقت لونها اصفر طيب مسلا لا اللاعب والله احنا هنخلي ايه labels نخليه مسلا ايه اه فم يعني نسميه بمعنى ايه يعني حاجة دي والله لو فضل وقت هنعملها ما فضلش مش لازم ولو ان يعني الفن مفروض يبقى الوقت بس خليها لونها اخضر مسلا تمام? هنغلط نخلي دي فن لونها اخضر. اهي. كده ايه? طب كلف ديوتي دي مسلا لأ والله دي لونها اخضر برضو فن. انما ده مسلا حاجة مهمة جدا انها ملتزمة مع ناس. على حسب انت شايفها ايه? نقول والاراية مسلا لأ والله مش ملتزم فبقت اصفر. فكده دي التسكات بتاعتي. عايز ترتبهم بقى بناء على ممكن. تمام? نخلي الاحمر فوق. عايز لا والله يترتبهم بناء على يعني التواريخ ان في حاجات ملتزمة بمعاد او لا. وتبدأ بقى تنقل التسكات بتاعتك. وتوديها لدن. وكذا طبعا بينصحوا ان انت ما يبقاش في كذا حاجة دونج. يعني بلاش تشتغل على كذا تسك. ده بقى من مبادئ الكنبين. تشتغلش على كذا تسك في نفس الوقت. مستحيل تكون دلوقتي بتقرأ. في نفس الوقت اللي بتشرف في قصب وبتلعب فيه. فلا. ركز على وان تسك. لما تخلصها ادخل على وراها. طيب انت دلوقتي احنا لبيتنا دلوقتي موبايل يوزرز. احنا مش بنستخدم الكمبيوتر. فازاي آآ ننظم شغلنا على تريلو على الموبايل. انا الراجل ماشي اقعد علاب. انا بقعد علاب نصف ساعة في اليوم ساعة. بقعد علاب في الشغل. طب انا وانا مروح من الشغل وانا مروح من الجامعة ايا كان. انا عايز اكتب اللي انا عملته. عايز اكتبه على موبايلي بقى. هل هفتح الوب سايت او كده. في الحقيقة لا. يعني انا لو فتحت الموبايل اهو بحثت على تريلو. طبعا هو الابليكيشن عندي بس انت هتلاقي داونلود وزي ما انتم شايفين يعني ايه. الابليكيشن عشرة مليون داونلود. ريتد فور اكتبار من ثلاث سنين. فيعني ايه موضوع لذيذ والريفيوز جميلة. هدوس او انتم هتعملوا داونلود اهو. زي ما احنا شايفين. دي الهوم بيج عندي الستارد بورد على الشمال اهي. تمام? طيب انا دست عليها اهو انا جوه البورد بنفس الحاجات اللي كنا شايفينها. طب فين الويكلي سكيديول? طبعا الويكلي سكيديول مش موجود في الستارد عشان انا اه ما عملتلوش ستارد فممكن اكتب هنا اهي بس الافضل طبعا ان انا عمل لها ستار هلاقي هنا ستار بورد نفس الاوبشنز وكلها ممكن بنت وهوم سكرين كمان اد هقول لكم دي ايه? دي الهوم سكرين بتاعت الموبايل بقى مش بتاعت يعني خدتوا بالكم من بنت وهوم سكرين دي ايه هنا ده هيظهر كده على الهوم سكرين بتاعت الموبايل. فارجع هنا اهو طيب انا نقلت دي من تو دو لدوينج اهي دوس عليها دوسة طويلة راحت لدوينج مجرد ما عملت كده لو حد لاحز هنلاقي على اللابتوب في نفس اللحظة اتنقلت لدوينج طب لو جيت على اللابتوب ونقلت من دوينج لطن هنلاقي في الموبايل اوتوماتيك اتنقلت من دوينج لطن طبعا في زوم اهو عشان اشوف الدنيا بعيدة عايز اقلب بقى من بورتريل لاند سكيب لو انا مثلا عايز اشوف الشاشة بشكل اوسع اهو واعمل زوم اوت قدامي شغلي كله الحاجات اللي وراي اقدر اسيرش اقدر اعمل اي حاجة. اخر حاجة مهمة جدا بقى ان انت في اوقات بتشوف بورد عجبك يعني تلاقي حد عامل بورد جميلة جدا يعني احنا ما عملنا بورد بسيطة ما فيهاش اي تعقيد لكن في اوقات بيبقى في بورد فعلا فيها ابداع يعني زي ما بنقول في الحالة دي بقى انا عايز من الاخر كده ااخد البورد دي الشخص عملها ببليك فهو يعني مفيش مشكلة عنده ان انت تستخدمها في الحالة دي اهو بنلاقي عن اليمين في مينيو ننزل تحت هنلاقي كوبي بورد فكوبي بورد واسميها باي اسم تاعم؟ واقول له انا عايزها زي ما هي هي بالكورز وبكل لحاجة كريت وتشوف عايزها او هتاخد نسخة من البورد بتاعتي او بتاعت اي حد بس دي بتاعتك انت تقدر تعمل فيها اي حاجة لاني زي ما قلنا صاحبها اصلا خليها فده معنا ان هو بيسمح لك انك تتفرج عليها طبعا اخر حاجة برضو عندنا او الحاجات اللي عملنا لها ارشيف جوة البورد دي وهي فيه في الاخر لو انا خلاص خلصت شغلي هنا مش عايز اشتغل على البورد دي فهقول له وكده اتقفلت وممكن ايما اعمل دي لو عايز اشتغل عليها او تماما فكده البورد هتتمسح للابد ومش هتبقى موجودة يعني هنا مش مجرد ان البورد بقت لا يتمسحت تماما مش وبكده نكون خلصنا كلام عن تريلو اتمنى تكون الطول هتفيدكو في شغلكو في تنظيم الوقت سواء في حد بيذاكر حد بيشتغل او اي كان لو فيه طول تاني انت نفسك تستخدمها بس مش عارف ازاي ونفسك حد يشرحولك بصورة بسيطة اكتب لنا اسمها في كومنتات وان شاء الله انا اعمل لها فيديو زي ده وهو اللي بنسميه يعني كراش كورس وعشان لو حد مش عارف معنى المصطلح هو كراش كورس بيبقى كورس في الحاجة بس بسيط جدا زي الفكرة اللي عملناها النهاردة ان انا بديك فكرة عن الموضوع ببساطة خليك تستخدمه بس مش بتعمق بقى اللي هو محتاجة ولا ان انت تحتاج تذاكر الوقت كتير عشان تعمل حاجات دي ولا تحتاج مننا تجهيز وتسجيل مدة طويلة فشكرا وان شاء الله يكون الفيديو عجبكو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة